لأول مرة مطار دمشق الدولي الذي يعتبر مطاراً مدنياً يقصف من قبل إسرائيل وليس هناك تأكيد أو نفي من الطرف الإسرائيلي لهذا القصف لكن بحسب أيضاً كثير من الصحف الإسرائيلية إسرائيل كانت على القصف وحتى هناك أيضاً بحسب صحيفة يدعوت حرانوت تقول نقلاً عن أيضاً مسؤولين الإسرائيليين بأنها القصف مطار دمشق كان تحذيراً للأسد دعني أستاذر معك المشهد يوم الجمعة كيف تابعت قصف مطار دمشق يا سيدي بالنسبة لمطار دمشق الدولي أول معلومة أحب أن تصل إلى أستاذ المشاهدين أن الأبراج المراقبة وتنظيم حركة الطيران طبعاً من جملته وغرف عمليات المطارات المدنية والأجهزة الملاحية والمساعدات الملاحية ومنصات الإرساء في الموانئ هذه أهداف في عرف الحروب لا تضرب لا تضرب لأنها لا تخدم فقط الدولة التي تمتلكها بل تخدم العالم بأسره يعني يعني أي إنسان من العالم معرض أنه هو يحتاج لخدمة هذه المنشآت مثلاً مطار دمشق الدولي نحن لدينا الكريدور المدني بانياس القريتين التنف هذا الكريدور بشكل دائم توجد فيه حركة طيران مدني لمختلف الدول ولكل العالم قد تحتاج أي طائرة من هذه الطائرات التي تمر بسماء سوريا إلى مساعدة ملاحية من مطار دمشق الدولي أو إلى الهبوط أحياناً لذلك يجب أن يكون هذا المطار جاهز ليخدم باقي الدول وليس فقط دولتي بحرب 73 وهذه رؤية العين المطار دمشق الدولي كان فيه سرب شوخوي شوري وسرب شوخوي عراقي وكانت حصلت غارات على المطار لأنه تحول إلى قطع عسكرية وصبح حدف مشروع الطائرات الفانتوم بأعيننا نراها منخفضة أكثر من الأقل من البرج ومع ذلك كان البرج بمتناول عيدي الطائرات الإسرائيلية ولم يخصف ولم يضرب ولم يتأثر البرج ولا الأجهزة الملاحية ولا كل هذه الحكاية الآن إذا أتينا إلى مطار دمشق لماذا هذه الضجة على هذه الضربة إن هذه الضربة سستحق هذه الضجة الإعلامية وهذا التركيز لماذا لأنها أول مرة تستهدف ضرب البرج البرج يعني الأجهزة الملاحية تنظيم حركة الطيران يعني أن برج مطار دمشق الدولي هو معد من أجهزة شرقية أجهزة من الأيام الاتحاد السوفيتي الآن ضربت هذه الأجهزة وتخربت حسب تصريحات الفنيين في مطار دمشق الدولي قربت الأجهزة إذن أعطني عمر للاتحاد الروسي يعوض هذه الأجهزة ويورد بدلا عنها لذلك هي عملية إخراج لهذا المطار بشكل إلى مدى طويل لكن السؤال هنا يعني ما الذي دعى إسرائيل هذه المرة أن تضربه أنا أذهب وهذا تقدير يعني أنا أقدره أنه لإخراج بشار الأسد من الإحراج بشار الأسد إحراج بماذا يعني؟ الإحراج طلب منه من قبل إسرائيل أن لا يسمح للطيران الإيراني بالهبوط في مطار دمشق الدولي وبشار الأسد لا يملك من أمره شيء وإسرائيل تعرف هذا الشيء ولا يجرع حتى على أن يبلغ الإيرانيين أن أخيلات تهبطوا بهذا المطار لأن المطار والموانئ وبشار الأسد هي كلها ملك لإيران الآن في سوريا فلتخرج بشار الأسد من هذا الإحراج إسرائيل وقد يكون بالتنسيق المباشر معه ضربت له المطار بحيث أنه لا يحتاج إلى هذا الطلب من إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر